تحية مسائية مشاهدين الكرام ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من برنامجكم نقاش الجزائر الحراك مستمر في الجزائر أربع جمعات من الحراك المطالب الكثير يقول أن سقف المطالب ارتفع المطالب الآن تبحث عن لا عهدة خامسة والآن لا تأجيل لا تمديد والأسئلة الآن لا تبحث في مطالب الشعب قدر ما تبحث في الحلول المطروحة وخاصة الحلول التي ستقدمها السلطة مسألة أخرى تثير الكثير من الإشكال والاستفهام وهي تمثيل الحراك الآن هناك الكثير يتحدث باسم الحراك البعض يقول أن مجموعة من الشباب التقت بالأخضر الإبراهيمية البعض يقول أن الشباب أيضا تواصلوا مع السلطة المهم أن هذا الحراك بمسألة تمثيلية الحراك طرحت إشكال آخر النقطة الثالثة المطروحة وهي هذه الحكومة التي بالأمس كانت مجموعة من القوائم في مواقع التواصل الاجتماعي الكثير يتحدث عن حكومة تكنقراط البعض يقول حكومة شباب نتسأل اليوم إذا كانت هذه الحكومة ستكون جزء من الحل أو على الأقل حل أو ستلبي مطالب هذه الجماهير عنوانا اليوم لهذه الحصة على المباشر قبل أيام على موسم الربيع بماذا أو ماذا سيظهر هذا الحراك حراك الجزائر تفضل بتقديم ضيوفي الكرام على يميني الأستاذ عبدالوهاب دربال أستاذ غني عن التعريف الوزير الدبلوماسي وكنت على رأس الهيئة التي تم حلها أستاذ دربال مرحبا بك معنا شكرا أستاذ دربال أرسقي فراد أستاذنا المؤرخ والباحث السياسي أستاذ فراد أيضا مرحبا بك أهل وسهل الزول دحمايا شكرا أستاذ فراد الأستاذ عبدالوهاب بن زعيم سناتور عن حزب جبهة تحرير وطني محببا بك أستاذ عبدالوهاب والأستاذ عمار أرخيلة أستاذ أرخيلة مساء الخير ومحببا بك معنا مساء الخير شكرا لك أستاذ أرخيلة نبدأ النقاش مباشرة أعتقد كل الأسئلة الآن تطرح تطرح في الفيسبوك تطرحها في المقاهي تطرح في المجتمع المدني نبدأ بأستاذ دربال أستاذ دربال نختاني فرصة وجودك معنا ونسألك عن الحراك هذا ولو أن السؤال أصبح روتيني لكننا أريد أن يعطينا الأستاذ دربال رأيه في أربع جمعات من الحراك من الجمعة 22 فيفري كأول جمعة إلى الجمعة الرابعة وهي 15 مارس أستاذ دربال رأيك مهم كيف تقيم هذا الحراك الحاصل في الجزائر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أنا سعيد نلتقي بك ونلتقي بالزملاء الأخواني فيهم القديم فأنا سعيد نلتقي بهم جميعا ثم أنا سعيد أيضا أن أساهم ما أستطيع كجزائري فيما يحصل في بلدها أنا كنت دائما نقول أنه أحسن ما شرع المشرع الدستوري منذ الاستقلال إلى الآن هي الجملة الأولى في مقدمة الدستور الشعب الجزائري حر ومصمم أن يبقى حرا حرية هذه في نظري لا هثيق الكبير أنت لا تستطيع أن تكون حر إلا إذا كنت مسؤولا فإن لم تكن مسؤولا فأنت عبد فلستحر ولذلك الحرية بدون مسؤولية عبودية الحرية بمسؤولية هي الحرية الكاملة كل واحد مسؤول على ما يفعل وما يقول صحيح مهما كان موقع مسؤول على ما يفعل وما يقول فإذا لم يتحمل مسؤولية ما يفعل وما يقول فهو عبد لهواه بالمناسبة يعني ما نحبش ننطول كثيرا في الكلام لكن الذي يعبد هواه يظله الله على علم ويغلق الله عليه سمعه وبصره فلا يرى كما يرى الناس ولا يسمع كما يسمع الناس فرأيت من اتخذ إلى هواه ولذلك الحرية هذه لابد أن يعرف معناها أولا من أجل أنتم مارس اثنين أنا فخور جدا بشعب الجزائري وفخور بانتمائل هذا الشعب العظيم لأنه في كل مراحل تاريخه بيّن أنه شعب نحور لأنه يوم أن يصل إلى أن يتحمل كل خطايا هو ويوعلشها هو فهو شعب نحور ولأبالغ ده قلت لك البرحة كنت تتبع في واحدة من القنوات الخاصة وكان ضيوفها كلهم من شباب الحراك صدقني لم أتمالك دموعي عندما سمعت بيتكلمون لا يمجدون فقط تاريخهم القريب ولكن يمجدون كل من صنع للجزائر خيرا وهذه مسألة فيها إشارة جميلة جدا لأصالة هذا الشعب ولخلق هذا الشعب ولعمق هذا الشعب ثلاثة أنا أعرف أن أن المراحل المختلفة التي تتمر بها البلاد دائما كانت فيها صعوبات كبيرة أنا لا أريد من أبنائي وجيلهم كانوا الشباب ليتحرك هذا كله من جيل أولادي صحيح لا أحبهم أن يعيشوا الخوف الذي عشته ولذلك أي خوف تقصد خوف العام خوف من المستقبل خوف من الاستبداد الخوف من الظلم الخوف من الحجرة الخوف من الأمن كل خوف هذا الخوف العام لابد أن نعرف أن 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 أننا لا نستطيع أن نتقدم إلا إذا كنا أحرارا وآمنين أحرارا وآمنين يعني بالمختصر أستاذ ربال أنت تثني على هذا الحراك لكن ربطت بكلمة المسئولية صحيح طبعا طيب أستاذ الرئيس بصراحة أنت حاضر كثير في البلاد وهذا شيء مهم يخليك دائما متابع لما يحدث لو نشوف التنقل أو على الأقل الانتقال تالحراك من جمعة إلى أخرى أستاذ الرئيس وشن هو الحكم اللي ممكن نعطيه ستقييم الأربع جمعات أستاذ الرئيس شكرا ثاني مير ولأن أنا أشارك في جميع المسيرات السادقة وهذا أمر طبيعي باعتباري مناضل من أجل التغيير المسيرة يوم أمس كانت متفردة لأن العدد المواطنين تضاعف مرات ومرات ومرات هي مسيرة الملايين ما هو أمواج بشرية تسونامي بشري وعليش هذه هذه جات بعد ما السيد الرئيس قدم خارطة الطريق يعني بتمديد العهد الرابعة وهذا ما يعتبر خارقا للدستور وكذلك بتعيين شخصية لترأس حكومة الكفاءات هذا الموقف من السلطة هذا الموقف أغضب الشعب واعتبره شعب استفزاج واعتبره شعب احتقار لأن الشعب يريد القاطعة مع هذا النظام صحيح أن العهد الخمسة معنى سلطفرات تشوف القرارات الأخيرة زادت في شدة الحيرات نعم القرارات الأخيرة زادت الطينة باللعب كما يقال لأن الشعب عنده ثلث مسيرات مليونية يطالب بالقاطعة مع هذا النظام برحيل هذا النظام فإذا بالنظام يقول زيدو لعامنا سأؤسس الجمهورية الثانية يعني لم يقدر أسسها في 20 سنة حينما كانت خزينة الدولة فيها المال فيها بحبو حميل المال أنا البرح تفكرت بيت شعب لو سمحت أنا البرح لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه هي الأمور كما شاهدتها دولا من صره زمن ساءته أزمانه وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال إنها شأنه هذا أبو البقاء ما معنى هذه الكلام أستاذ فراد باختصال سامحني أستاذ فراد فهمت من المسيرة قل لي سؤالي سؤالي التالي يا أستاذ فراد فهمت من المسيرة أن النظام وصل إلى نهايته شمسه على المغيب طيب أستاذ بن زعيم تمثل حزب السلطة تمثل حزب جبهة التحرير الوطني أستاذ فراد يقول لك أن القرارات الأخيرة للسلطة زادت من شدة الاحتقان ما رأيك يا أستاذ فرح بسم الله الرحمن الرحيم أولا نأحيي الأساد ذلك معنا لكن أود أن تترق في الموضوع في نقطتين أساسيتين أهم شيء أن الشعب الجزائري كاملا معارضة وموالاة وشباب وحكومة ونظام متفقين على التغيير الجذري منتز حتى داخل أفلا متفقين أنه لازم تغيير حتى في جبهة التحرير متفقين على التغيير الجذري للنظام وحتى الرئيس المنتهي وولايته متفق أنه سيتغير النظام هذه لا نقاش فيها ومتفقين فيها والشعب قال كلمته والشعب مقدس في ذلك وطلبه أوامر الآن النقطة الثانية التي يجب أن نتفق فيها مع حضر الأسد هو كيفية الانتقال أو كيفية التغيير الانتقال السلس في ظل سمحني أستاذ بن زعين لا ما وشهد سؤالنا جاي لكل أسئلة جاي فقط سؤالي والتالي أستاذ فرات قال أنه القرارات الأخيرة للسلطة بتعيين وزير أول نوردين بدوي ونائبه العمامرة والأخضر الإبراهيمي وكل ما حدث قال أنه ساهم في الاحتقان وسبب زيادة في عدد المتظاهرين الشعب من حقه أن يطالب وقد أرسل رسالة جهته الجمعة للسلطة كما يقولون وإلى النظام لكن أرجعتني للنقطة الثانية نتكلم الآن عن الانتقال السلس في ظل وجود مؤسسات متفقين أنه التغيير الجذري للنظام والجميع سيذهب وستكون هناك وجه جديدة وستكون هناك قوانين جديدة وسيكون هناك نظام جديد ديمقراطي وسيكون وسيكون فقط أرد أن أدخل نقطة بسيطة في النقاش عن الانتقال نعطيك معلومة فقط في ميزانية الدولة ومهم جدا أنه يفهمني المشاهد الكريم ويفهموني الموظفين ويفهموني كل الموظفين والعمال والجزائريين تفق عبدالك عندنا 850 مليار دينار ميزانية الدولة في 2019 منها ربع على ثم مليار ميزانية تسيير 80% فقط الأجور والالتزامات الاجتماعية وش نحب نقول من الشيء هذا دولة ريعية بمتيار مراش نخلقه فقر لا أنا أنا أتكلم على الانتقال وأردت أن أتدخل من الجانب الاقتصادي فضل إذن أنا لو أتكلم على الانتقال في ظرف 24 ساعة الجامعي يذهب يجب أن تكون حكومة على الأقل تضمن حقوق تضمن حقوق هذا الأجور وتضمن هذا الدعم الاجتماعي أن المجاهدين يروحوا للقاوة الشهرية فكرتك واضحة أستاذ بن زعيم لا الفكرة واضحة أنت تقول حكومة تضمن الانتقال لكن يا أستاذ بن زعيم يا أستاذ بن زعيم من فضلك أنا أريد أن نستثمر فرصة وجودك من حزب جبهة تحرير وطنية لأنه الكثير تحرير وطنية يا أستاذ بن زعيم وأتمنى أنه تجيبني بصراحة أعطي لي نجوبك مش مشكلة طيب أستاذ بن زعيم الآن السؤال يقول لك أن المتظاهرين على الأقل بين قوسين خرجوا ضد السلطة الحالية ما تفقين للحزب الحاكم فيها هو جبهة تحرير وطنية ما تفقين الآن كيفاش كيفاش شوفوا المطالب لما تقول للأفلن نحن مع الحراك تقريبا الناس تتساءل تقول لك كيفاش أنتوا مع الحراك الحراك خرج ضدكم نعود لك بين قوسين ما تفقين أنه في حزب جبهة تحرير وطنية الشعب سيد طالب التغيير سيكون له التغيير سيكون له التغيير الذي أراد لكن بطريقة سالسة وفي وجود المؤسسات في وجود المؤسسات لأنه التغيير بهذه الطريقة 24 ساعة أو 72 ساعة الكل يذهب الكل يرحل حتى هذو جزائريين مواطنين يعملون ومسؤولين في المؤسسات يجب أن نحافظ على دور المؤسسات أنا مثلا ابني يذهب إلى المدرسة يجب أن يجد المدرسة يجد الثانوية يجد بين قوسين الأجرات تاعه للعمال يجدون أجورهم صعب جدا أنك تنتقل من نظام إلى نظام في ظرف 72 ساعة أو في ظرف شهر نعطيك مثال الأستاذة يعرف في مثلا واحد تعد على واحد مثلا في سكن يجب أن يضع عريضة ويطلب منه أن يغادر المكان ويأتي المحضر القضاء ويثبت ذلك وإلى غيره فما بالك بنظام دولة يعني ليس في 24 ساعة لا نحن متافقين نحن متافقين في الطقيقة خلونا شوفوا رأي أستاذنا أستاذ رخيلة أستاذ رخيلة كان صحيح معضلة ومشكلة والنقاش مفتوح ليك حتى أستاذ دربال وأستاذ فريد هذا المشكلة أنه الشباب اليوم والسؤال موجر أستاذ رخيلة لكن ما عليش نساهم فيه جميعا لأنه الشباب اليوم يقول لك ترحلوا اليوم قلنا ترحلوا اللافتات ترحلوا يعني ترحلوا والأستاذ بن زعيم قدم فكرة منطقية جدا أنه رأنا فيه دولة رأنا فيه مؤسسات ما وش واحد يغادر قال روح أنت تجلس ولا تركب ولا تدي منصب كيفاش نحلوا المشكلة أستاذ رخيلة لا وش كنا ننتظروا من السبب يقولوا كنا ننتظروا من السبب أنهم يقدموا ورقة طريق وقالب الليها والإجراءات الشباب هذا ما يملك يملك الفورية يملك الفورية بعد يجي العقل إذا كان الشباب بتحمس شباب بحالة يعني غضب شديد عبر عليه الطريقة هذه بالمقابل على السلطة أن تكون رشيدة كيفاش زميلي أعطى المثال لتها شخص يطرد من بيتي الأحكام اللي تكون موجودة عادة هو ومن يشغل بإذنه هو يعني المعني بالطرد ومن يشغل بإذنه الشارع أطلب اللي ما تكونش كنا عودة خمسة رئيس الجمهورية استجاب استجابة فهمت وقرئت على أنها التفاف على مطالب الشارع ولكن سيد رئيس الجمهورية إذا كان استجاب رأي كالرموز طاقم الحكومي دار العامة الجزائرية العديد من المؤسسات رأي محل طلب بتاع الشارع هذا تقول في اليرحال لو أنه سلوطة مثلا سيد الخيلة مثلا أوكي كثير من الوزارة لا شكون لا ما شخصوش لا ما عليش مهم نعرفه مهم نعرفه كثير من جوه لا ما عليش تقدر تدخل العديد من القطاعات كانت تعرف حل قلاقيل لأنه من نساوش المحطة هذه اللي وصلنا لها رأي نتيجة مباشرة لتراكمات راكمات عديدة وصلت لهذه النتيجة حالة الاحتقان هذه من بين أسبابها الإقصام يعني الناس تحس بلها مقصية ناس وصلت وين نصبحت مستقلة أستاذ رخيلة من روحوش في التحليل السؤالي كان واضح قلت لك للناس يتسأل عندك شباب يقول لك ترحلوا فورا وعندك سلطة سياسية والعقل السياسي المفكر يقول لك يا جماعة بالهدوح هذه الدولة هذه مؤسسات العقل السياسي في المعالجة مزال سجين تقاليد وأساليب لإعتاد العمل بها والحل أستاذ رخيلة الحل هو لازم تراجع السلطة تراجع منطقة حق تراجع كيف يتعامل مع المخارج هذه اللي كذا وتقدم مدخلات مدخلات وتجيب مخارج لمناسبة للمدخلات أنا نجي نقول لك ليه ودي والا هاورا وفلان 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 هاي ملفاتهم ها مكذا ها عدم قدرتهم على التفاعل مع المحيط تاهم وكذا نقول لك باللي لازم يروح زيد وبوزيد وعمر وقص سلطة تغير أساليب طيب علينا أن نكون أوفياء في نقل رسالة الشعب الجزائري أنا ما نقول شباب برك الشعب الجزائري سيد فراد سمحني أنا أعتقد أنا هذا رأيي أعتقد أنه جاوزنا مسألة الرسالة لأن الرسالة وحظة لا نحب أنك تطبق الرسالة يا سيد فراد حتى أن نمشون في حلول أعطي لي وقت فضل كل الوقت كل الوقت صحيح صحيح ليوم ما كاش أزمة وقت الشعب يطالبوا بالقاطعة بالقاطعة روحوا علينا كيفاش يا سيد فراد أرحلوا ما عليش يا سيد فراد سمح لي نكمل فكرة لا 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 مش هيك دا تخليني نكمل فكرة طيب تفضل كل مرة تقاطعني ما نقدرش نجوز رسالة أنا عندي ورقة طريق حاب نعرف الحلول يا سيد فراد عندنا نجد شوية الأخ عصمار طيب تفضل لأنه كفرنا من وصل وصل حالنا معناها ما نقدرش نجوز رسالة أنا جيت باش ندير كمواطن كمواطن للتنوير العقول كنا مواطنين وحنا نرىنا في الديمقراطية الحمد لله كل واحد يعطي رايوب بحرية وبأرياحية بلا ما نضغط عليه نحن اليوم الشعب رهو يطالب بل قطيع هذه الصورة الشعب فقد فيها ثقة هذه الصورة ليست عاقلة هذه السلطة ليس لها خلايا للتفكير في صالح الشعب تفكر بل كيف تبقى في السلطة طيب هناك من يقول أن السيد الرئيس في الرسالة قال فهمت الرسالة أنت طيب وش فهمت من الرسالة الشعب رهو يقول كرحل الشعب هو يقول فقدنا الثقة في هذا النظام القائم الذي تطرأ سهو أندا فلذلك فلذلك اليوم اليوم فلا يعقل أن تكون هناك خارطة الطريق تصدر من السلطة السلطة لا يوجد خارطة الطريق سمحني سفرات سأتحدث عن الحلول سمحني المبادرة لا يجب تكون من السلطة هناك محمد هناك 22 فيفري السلطة لا 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 أنا لقد مشيرة 22 فيفري مفصالية هناك ما قبل 22 فيفري قبل 22 فيفري كانت ميزان القوى لصالح السلطة بعد 22 فبري صار ميزان القوة لصالح الشعب فالشعب هو الذي يقرر وليست السلطة لا يحق للسلطة أن تقرر مصير الجمهورية ثانية ولكن لا للعزل السياسي لا للعزل السياسي يجب النقصية الإقصار سامحني فقط تعقيب فقط أستاذ بن زعيم من خلال كل بلوتواتها الإعلام أستاذ فراد اليوم الكل يقدم لك وصف عرفنا الوصف الشعب يطالب القطيعة قال لكم رحلوا التغيير التجديد أنا بالتفقيل من زعيم حزب الأفلان قال لك أوكي قلنا لنا الحل الحل يبدأ باستقالة رئيس الجمهورية عليه أن يعلن عن الاستقالة يوم 28 قبل وش رأيك أستاذ ربال قال لنا لسمعه رأيه أستاذ ربال الحل يبدأ باستقالة رئيس الجمهورية فضل أستاذ ربال أنا أعتقد أنه نحن كل أصحاب رأيه قد نكون على صواب وقد نكون على خط طيب معلش أعتقد أن نرفع الصوت ما يعنيش الصواب إطلاق لا أنا هو صوت لا أنا مش عليك هذا أمر موجود في الدسور الذي يقول الشعب صاحب السلطة كأنه يقول لما تطلع الشمس نور واضح واضح شعب هو صاحب السلطة ولكن ما عاشوش الشعب الجزائري ما عاشوش بثانين وستي خليه كمل السفرات أكون نتكلم عن الموضوع هذا وأنت مورخ أستاذ فرات نتكلم عنه بكلام كثير شوف السلطة الجزائرية نقرأوا تاريخ الحركة الوطنية إلى اليوم لا تحلش مشكل فيها إلى اليوم استرجعنا السيادة الوطنية استرجعنا السيادة الوطنية لا حولها نتكلم عن السلطة نتكلم عن السلطة السلطة باعتبارها ركن من أركان الدولة نتكلم عن السلطة باعتبارها ركن من أركان الدولة وهي المشكلة اليوم لو كان نقروا الحركة الوطنية إلى اليوم هذا الموضوع موضوع لم يحسم تاريخيا من طرابلس ونحن في مشكلة لليوم هذه الموضوع حتى أنت المورخ وليدك مشكلة الآن في السلطة مشكلة الآن في السلطة معديش معديش تعرفني بالنسبة للحريات من قبل الولادي الآن صحيح لا تفضل إذن الشعب هو صاحب السلطة هو صاحب السلطة هو الأصيل الذي يمثل السلطة هو الوكيد القانون يكون يعرفوا بالليه الأصيل هو صاحب هو صاحب المنح وهو صاحب المنع وضع المنح والمنع عنده آليات في الأمم عنده آليات في الدول عنده آليات هذه الآليات يجب أن يتدارسها أصحاب الرأي والقانونيين والمختصين والسياسيين لأن أنا موافق تمام من الدكتور زميلي الخيلة لما يقول ماذا تنتظر من الشارع يقول الشارع الذي يقوله هو ما يجبون يقوله شارع صحيح والسياسي يجب أن يلقى العاليات يقول الناس ويقول الشارع صحيح الآن نحن لا نقنع في بعضنا هل الشعب واذا يقول نقوله وش هو الحل وش هو الحل نحاول بقدر المستطاع أن نساعد بلدنا أن نساعد شعبنا أن نساعد أنفسنا على إيجاد الحل الذي يحفظ لنا كيبتنا وسيادتنا وحضارتنا التي تبيزها على كل الناس بالمناسبة هذا هو المطلوب أما أن نبقى نرحي في الماء فهذا معروف هذا معروف حتى وعد فينا ثوري أكثر من الآخر نحن كنا عباد بعد الله سبحانه وتعالى لأن عبادة ربه هي الحرية بالمناسبة كنا طالبي حرية طيب أستاذ ربان رأيك الصريح الأستاذ ربان يقول لك الحل هو الاستقالة هذه نقطة النقطة الثانية أنه رسالة رئيس الجمهورية هناك من قرأ أنها التفاف على المطالب أريد رأيك يا أستاذ ربان في هاتين النقطة بصراحة أنا نتكلم تحتصلت لأستاذ الخيل على اعتبار أنه كان عضف بش دستور يعرف مسألة هذه الاستقالة معناها معناها إذا كنت أستقل وفقا للدستور كان حل للدستور معروف معلوم مدد معينة في أجال معينة في الوضع انتخابات معينة وكذا إذا كان هذا إذا كان هذا يلبي طلبات فليكن ولكن لازم يعرفوا بللي إذا كان استقالة معناها كين بجملة من الإجراءات وما يشي في صراح الحراس ما عليش هذه الإجراءات وكذا أستاذ الخيل هذا أمر نعرفه كل بللي قانون دستوري قانون ذو أثار سياسي طيب قلنا أستاذ دربال قلنا بصراحة وش رأيك في رسالة الأثار هذه خلينا من أثار تها الاستقالة قد يشرحنا الأستاذ الخيلة هل تقبل ونحن نطرف شارع طيب لكن هناك أستاذ يا أستاذ دربال دكتور فران لا معلش روحوا للاستقالة روحوا للاستقالة أو عندها ترتيب وعندها ترتيب يشرحون الأستاذ الخيلة أستاذ دربال كان سؤال ناس تقول لك أن رسالة الرئيس هي التفاف على المطالب بمعنى أن الناس قالت لا لعهدى خامسة يقابلوا لا تمديد لا تأجيل لا شيء من هذا القبيل يقول لك أنه رسالة الرئيس البعض يقول رسالة الرئيس استجابة للمطالب ونادى الندوة وطنية البعض يقول التفاف أريد رأيك يا أستاذ دربال رأيك في رسالة الرئيس شوف أنا رأيي أنه كيف فرق بين الإنسان اللي يطالب والإنسان المسؤول الإنسان المسؤول عنده أمانة والإنسان اللي يطالب عنده طلب عنده طلب من حقه أن يطالب هذا كحقه الشرعي هو لا أنا كنت تنقل قبل قليل هو الأصيل هذا الأصيل فوضه مدة معينة ماشي صعب أمانة هو الآن الأصيل قال ورجع لي أمانتي يا رجعه ولكن رجعه بمسؤولية رجعه بمسؤولية لأنه كما رجعه بمسؤولية تدخل البلاد في دوامة هذا هو المسأل العقدة كلها العقدة كلها إذا كان ممكن يسألوا سؤال فضلا هل التمديد العهد الرابعة يسمح بها الدستور هل يستطيع السيد الرئيس أن يواصل مهمته بعد 28 أبريل أنا أعتقد رضا الداخلين في فرحة لا شرعية لا عادي ما زال قدامنا أكثر من شهر ونص كين حال يمكن يكون فضلا أستاذ بن زعيم عنده ولا تعليق فضلا سمزا شوف نرجع التسلسل الأحداث أولا الاستقالة الاستقالة فعل أستاذ فعل خاص بالرئيس والرئيس عهد التعود تنتهي في 28 أبريل الرئيس المنتهي ولايته في 28 أبريل كون حكومة وهذا من حقه الدستوري أنها مهام أسمح لنكمل أنها مهام الوزير الأول الآن ومن حقه الدستوري والأقبل استقالة الوزير الأول وعين وزير أول آخر وهذه من مهام الدستورية القانونية 28 أبريل غدا تتكون الحكومة حسنك نهضر على التغيير الجذري إن شاء الله حسب تصريح الوزير الأول أنه كانت رح تكون حكومة شباب جزائري وجوه جديدة لم تمارس أي مهام من قبل وكفاءات بمعنى بمعنى وجوه جديدة شباب لم تمارس أي مهام من قبل حسب تصريح الوزير الأول سيكون هناك تغيير جذري مهام الوزير الأول الحالي الوزير الأول هو تسير الحكومة وتسير مهام الحكومة وما فيها من ملتسلزمات وما يحتاجه الشعب إلى أن تكون هناك انتخابات رئاسية إذن التغيير وجوه وزراء إن شاء الله تكون وزراء جدد 48 والي لمقلقين الناس يكون هناك تقدر تكون هناك تغيير حتى قبل 28 والي لمقلقين الناس ولا هما 48 والي يكون مقلقين الناس لا نقلقين الحراك لأن الحراك الشعبي طالب الوجوه كاملة تروح إذن بعد تكون الحكومة مباشرة حسب تصريح الوزير الأول أن الندوة تبدأ عملها مباشرة بحضور الجميع الرئيس تنتهي عهدته في 28 أذريل وسيد الربال قال بعد 28 أذريل ما كان هناك تمديد للعهد والقانون الدستيري ما يسمح هذا من التفقيل فيه ممكن أنه تصل إلى حل في ظرف شهر هذا والرئيس المنتهي وإليته في 28 أذريل يعرف بأنه هناك 28 أذريل وانتهت العهد الشهر ونصف ممكن تحدث أمور تغييرات كبيرة أنا فقط نوضح نقطة مهمة جدا نهز مثلا نوضح المواطن بهدوبر الانتقال في تونس في تونس نعطيك زنب مثلا التجربة تونس ثمان سنين وما يحكي ثمان سنين لأنه نعطيك زنب نجيب أي صحيح تونس دخلوا في مدات كبيرة نعطيه مثال فقط ورغم أنه عدد السكان قليل والممثلين قليل نعطيه مثال صغير ترفض مثلا نجيب أي رئيس معارض الآن أي واحد من المعارضة يعني أقوى لازم أنها مستقلة للانتخابات تتنصب لازم يشاركوا في الانتخابات لازم يضيها بالانتخابات لازم يضيها عن طريق الأصوات لازم يضيها عليا الناس لازم ينجحوا بعد ما ينجح لازم يكون الحكومة والحكومة هذه يجب له τι أن الحراك لنشطه شباب وكذا قد الرئيس يكون جديد يمد تعليمات أخرى أنه يكون وجوه جديدة في الأحزاب يكون أحزاب جديدة يفتح كل شيء يفتح دي مقردين لا فكرة مهمة نأخذ فاصل فقط أنهيت في هذه الفكرة المهمة أن التغيير ليس بين عشية وضوحها خلينا نأخذ فاصل مشاهدين يبقوا معنا ثم نعود أستاذ الخيلة مشاهدين يبقوا معنا نعود بعد الفاصل تحية مجدد مشاهدين الكرام من التحق بين اللحظة نذكر نحن على الهواء مباشرة في برنامج نقاش الجزائر كنا نتهينا عند كلمة الأستاذنا عبدالوهاب بن زعيم الذي قال أن التغيير لا يمكن أن يكون بين عشية وضوحها ننتقل إلى أستاذ عمار خيلة أستاذ الخيلة بصراحة ماذا نفعل بقى 28 أفريل وفق الأستاذ الخيلة إلا اسمحت قبل وليل حكوا 28 أفريل ونستسمحوك وستسمح الزملاء فضل لي فرصة باش نقول كلمة فضل أستاذ الخيلة لا رانا في مرحلة خاصة هذه مرحلة ما عشناش أول مرة يعني أصف الشي اللي جرى اليوم يعني بكل مسؤولياء أصفوا بأنه ثورة ثانية في الجزائر بعد ثورة نوفمبر ثورة ثانية في نوفمبر لأنه نوفمبر كان نقلة كبيرة وخدمنا حققنا شيء للإنسانية والبشرية والمناظلين من أجل حريات بنقل مبدأ تقرير المصر من الحيز النظري اللي كان موجود فيه اللي تسيط الميداني قضينا على الظاهرة الاستعمارية المادية بفضل ماذا؟ بفضل عدم العمل بسياسة الإقصى 54 خارطة السياسية الجزائرية في الكين لانتي يلدي ليدما بسيا بسيا جمعية يعني لانتي يلدي فيها أزمة الأزمة هذه فيها مركزين وميصاليين وبين المركزين والميصاليين كين شباب ليعز عليهم في أن تروح للجهود التي بودت من يوسف مرخب ولكن هذا الشباب هذا الشباب كان عدم واحدة الرؤية استراتيجية هايلا خاكم الجزائري بصفته الشخصية صرف النظر عن الاتماء السياسي والاجتماعي سابق لأول نظام والتحق بذلك مكننا من أن نقوم بثورة شعبية شارك فيها في جمعية العلماء شارك فيها حركة الاتحاد ديمقراطي البيان الجزائري تافرحات عباس شارك فيها الشيوعي طيب عنيش خلينا في لا أقلت لك قيمة دا لا أطلبت من الزمالة ومنك باللي يتسمع لي وكانت ثورة مثالية وتميزت في أنه هذه النواة اللي كانت فيها مكنت من أنها تجيب على سؤال ما العمل وقال طريق لا أرى الأعمال من نفس التحدي الإقصاء ما يبنيش المجتمع سيدنا أخذ مثالي الثورة الخميلية ما قضعتش عن المؤسسات كانت قائمة في إيران في مقدمة هالجيش قاد إيران قوة نجو للعراق بسم الاشتيتات تحت الاشتيتات تم تكسر الجيش العراقي تم تكسر الكثير من الإطارات وتشتيت الكثير من الطاقات هذا هو حال العراق اليوم هنا اليوم لا يمكننا أن نجد حل يظل في فلسفة الإقصاء لأن الشارع هذا الذي يتحرك من بين أسباب تحريكه هو الإقصاء إذا كانت يركت في الشارع اليوم تحركت بسبب الإقصاء كيف تعالف القضية التعكد بإقصاء الآخر فالحل الذي سيكون موجود هو الحل الذي يشارك فيه الكل وبعد الحكم هو الشارع هذا أفلال حقه مواطن الأخر رسيدي الأخر باكس الأخر إسلامي حقه الشارع هو اللي يحسن كراحين للديمقراطية الجزء الديمقراطية سؤالك تقولي ثمانية وعشر اليوم ثمانية وعشرين رئيس الجمهورية طبقا للدستور إمارة صراحيته يقيل من يقيل ويعين من يعين هذه صراحية تتعب كيف حقول ثمانية وعشرين ثمانية وعشرين أمام نحل لين إذا كان خارطة الطريق المقترحة من طرف الرئيس وقراه وقراني نرعاها مشات عندها يمكن الاستمرار كين أعراف دولية كين الحق نالشي كين خارطة الطريق بديل الدستور الحالة هذه يمكن لرئيس الجمهورية يستمر يرعى هذه الإجراءات منصوص عليها في رسالة عشر مارس إذا كان ما اتفقناش منها لثمانية وعشرين أفريا لأخارطة الطريق هذه كان في رأي آخر ولا في اتجاه وحتى أخر ولا وضع آخر في الحالة هذه نالش إلى حالة الشغور وكانش انتهت عهدة رئيس الجمهورية كين الشغور في منصف رئيس الجمهورية مستحيل بيش تبقى الجزيرة بدون رئيس دولة عندها نالش إلى إجراءات عادية في معالجة الشغور وهي تكليف سيد رئيس مجلس الماء في رئاس البلاد في فترة 25 وإجراء لا لا بعد هذه قضية الإجراءات التي نديرها نذهب إلى المجلس الدستوري ونرجع البرلمان ما نشي حاجة لها طيب ما عليش فاضح سيد رخي كان ذلك الإجراء الغاية وشنو هو غاية إجراء والوقوف يفيد بأنه في عجز بدني ولدهني ولكذا لرئيس الجمهورية ونصادق عليها البرلمان كامل ونرجع وبعد نعلو حال الشغور طيب أستاذ رخيل أثرت نقطة مهمة رجع رجع سمح خلي خلي كمال هذه الفكرة في الحالة هذه نلجئ للإجراءات هل الشيء هذا الذي يتم هنطرح سؤال هل الشيء هذا الذي يتم بهذا الاتجاه الذي رأنا فيه الحالة الثانية هل هو في مصلحة الحراك لأنه بعض المؤسسات الدولة مسألة اقتخابات كما قال المستاذ ما عندنا شيئ مستقل باقتخابات كل شيء يجعل الإدارة ندير لجنة لجنة بطريقة آخر ويكون تمثيل فيها تمثيل يكون تمثيل عددي وكذا ولذلك الحراك ما يوجد ش نفسه ممثب بالشكل اللي خليه يقدر يراقب ويقدر يقوم بذلك أنا أقول بأنه العراك كيف فرصة فرصة هذه لأنه كيف خارطة الطريق يبقى في التقديم والتأخير طيب أستاذ الخيلة يقول سمح سؤالي التالي الرئيس عبد العزيز بودفليقة رئيس إلى غيث من 20 أفريق اقترح خارطة الطريق الأستاذ عامر يقول ممكن جدا ولا على الأقل كاين إمكانية أنه تنجح هذه الورقة الطريق وتبقى المؤسسات اسمح لي ما هو الشيء الذي يزعجكم في ورقة الطريق على كل حال يجب أن أعيد إلى الأذهال أن هناك فرضيتان كاين فرضية تقول باللي التحول السلس نحو الجمهورية الثانية نديروه في إطار الدستور هذا رأي 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 وجود في الساحة وهناك رأي آخر وهناك رأي آخر وشنه هذا الرأي الآخر نحن الآن نعيش مرحلة حاسمة هذه المرحلة الحاسمة لم نعيشها منذ ثلاثين وستين هذه المرحلة الحاسمة الشعب راه يمارس سيادة مباشرة ممارسة السيادة مباشرة يعني سحب التفويض من السلطة يعني سحب التوكيل من السلطة فلذلك الآن المسئلات أسقطت يعني من حيث الشرعية هذه السلطة طيب ما العمل ما كانش فوضى شوفوا إلى هؤلاء الشباب كيف أطروا هذه المسئلات المليونية ما عليش يا وسفراد يا وسفراد سفراد كين يا وسفراد لا سمح يا وسفراد كين بجنوعة من الأسئلة يا وسفراد أصار إعجاب العالم الجميع يقول إعجاب نعم هليني نوصل نتيجة لا سمحني يا وسفراد خلي الحصة تكون هادفة الله يخليك يا وسفراد الجميع قال أثنى على الحراق سلطة معارضة جيش شرطة يا جميع ولكن يا وسفراد أنا جايك يا وسفراد بالراحة فقط وعندك كل الوقت عندك كل الوقت أنا يهمني تجاوبني على السؤال الحراك قلنا في أربع جمعات بسم الله ما شاء الله حتى الفنانسيين اليوم أعترفهم أضربوا أمثلة بالجزائرية قلنا أنه النقطة الوحيدة اللي ما فيهش اختلاف يا حراك الجزائر أنه شي جميل طيب الأساتي إذا طرحوا حل قل لك ما ناش حابين راني قتلك هناك حل راني قتلك هناك حل خارج القانون الدستوري خارج الوضع الحالي اللي هو لأن الشعب عندما يمارس سيادته مباشرة يسحب التوكيل من السلطة في هذه الحالة هذا الشباب العظيم هو الذي سيضمن مثلما ضمن مسيرات سلمية أثارت إعجاب العالم سيضمن التحول السلس نحو الجمهورية الثانية السلس كنت عن ذلك كان هناك حالة انستثنائية كان مجلس الدولة كان مجلس الدولة أليس كذلك؟ نعم مشينا ودولة ما تحج فالآن يجب علينا أن نتذكر جيدا أن السيادة الآن روي مرسل الشعب الشعب هذا المبادرة المبادرة أعطاه خارطة طريق ما تديرهاش السلطة تديرها الشعب كيفاش يديرها الشعب؟ صحيح واحد يقدم الاستقالة سيد رئيس الجمهورية اثنين مباشرة يفتح التشاهر يوفر الفضاء للتشاور شكوني يجي فيه هذا الفضاء حلول شكوني يجي هذا التشاهر فعاليات المجتمع كل فعاليات المجتمع ستحضر المهم المطلوب من سيد رئيس الجمهورية الذي يجب أن يستقيه وش يوفر؟ يوفرنا المجال للتشاور بين فعاليات المجتمع شكوني الإحزال النقابات المجتمع المدني فضل ما أخذ لي تريش يا أستاذ سراد أنا كل ما نستعلك قولي هذا الشعب العظيم ما عليش لا لا ما أخذ ليش نكمع لا لا ما أخذ لي يا أستاذ فراد ما أخذ شكوني أعطي لي سيد دقائق أنت أي على مرة ما عليش ما أخذ عليش سعجبني على السؤال يا أستاذ فراد ما عليش ما يكونناش السلطة ما يكونناش نسأل يا أستاذ فراد التشاور هذاك فيش ندير لنا هاو عين رئيش الحكومة هاو عين رئيش الحكومة ما عليش حظينا الحلول هاو عين رئيش الحكومة من جهة أنك تطالب الاستقالة ومن جهة الاستقالة الرئيس ومن جهة تقول هو سمحني يكمل لا 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 ما خلني شي تكمل فيك راو لا 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 ما خلني شي تكمل فيك راو لا تجيب علي أسئلتي قد خدمة يقدمها للجزائر بعد الاستقالة انه يمهد الطريق يمهد الطريق لن يحول عن طريق وضع فضاء للتشاور لجميع فعالي سمعلي أسف الرائد زميري زمير سمعلي لا لا تكلم عن دولة إيه دولة دولة لا تسمحوا لي دولك أي شعب لا تسمح لي كل اللي قال الدولة بلا شعب مايش دولة لا وعشرين مليون راجعا نسمع يا زلالي اسمعني شوف العدد تأش شارع ولا اقتربات تأش شارع ولا اسباب خروض شارع نظل باللي اصبحنا كلهم تفقين عليها باللي اغلبية شارع راي موجودة مايشي كما توصف بعض الوسائل الاعلام لا راي الملاي راي طفان بشري طفان من الجزائر صنامي جزائري ولكن هذا الشارع تحرك تقال هذا الشارع هذا هين قلياتي قدرت شعر العام هين قليات لما تجي وتقول لي من ناحية ادبية تسمح لي يا ادبية لا ولازم الشارع والارادة الشعبية وقدر قولك نعم لازم الارادة الشعبية هذه لازم تتعطر لازم تتنظر لحد الساعة مشكلتنا وراه انا وانت وغيرنا وكلنا لين شغال اللي راي موجود عندنا هو قال هذا الشارع اللي قدم هذا الصورة المشرفة لجزائر القرى الواد وعشرين وما تمكنش في ظرف اسبوعين او ثلاث من انه يفرز لنا نوعات من ناس اللي يمكن بدل ما معليش لا معليش يا استاذ فرات لا انت تاريخي انت تاريخي فاثنين وستين فانفرحنا والاستقلال رحنا المؤتمر طارب لص ما متفاهمناش رحنا المؤتمر طارب لص ما متفاهمناش فاثنين وستين قولنا التحية والشعب ماش ملطحوش لدي مشاكل لانا هناك جماعة وضعت مخطط للاجتلاء على السلطة عن طريق القوة المهم ما تفاهمناش ما انا اسكلم لك على تحصيل حاصلة وقعت أزباه ما متفاهمناش جماعة استولت عن السلطة بالخوة الاستاذ فرات المطلب يتمثل في التالي واش روى التالي هذه السلطة نعم قال باللي اذا كانت وضع اخر الطريق لازم تكون اخر الطريق ملزمة للطرافين طيح انت الشارع رانا نقوله رانا نرده باللي تجاوز المحارضة تجاوز المولاد تجاوز السلطة نعم السلطة لانا لازم لازم تكون موجودة كين السلطة كين طرف اخر قال احنا عدنا اشكالية قال ملنا 28 افريل واش نديرو انت انا شا اترك فراج باللي قال مش لازم تنفرد السلطة برسم معالم خارطة الطريق لازم نفتحوا حوار هذا حوار يكون هادي هذا اسمع لي الحوار يكون هادي والحوار يكون خالي من الاقصى نعم معلش والحوار والحوار يكون الغاية منه هي الوصول لالية عاملية اللي يمكنك ان نصبقوا هذه على هذه طيب ما اقترحك طيب ما اعيش خلونا نطل الكلمة سيد بن زائب سمحلي سيد دربان طيب سيد دربان سيد دربان طيب سيد دربان شوف الفقه الاسلامي عرف الحراف الشديد لما مشالي سلطة الغالب صدقني تاريخيا سلطة الغالب هذه فتوا بها في مرحلة معينة قال سلطة الغالب سلطة الغالب هذه دارت كوالد في التاريخ الاسلامي وجابت الاستبداد والاستبداد باكم الاستبداد باسم الدين او 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 سيد دربان سيد دربان لانه استاذ فرات ايضا عنده حق يقول لك انتوما السلطة الناس خرجت تقولكم روحوا كيفش انتوما تشرفوني على مرحلة انتقالية سيد من زعيمة جبني على هذا السلطة بصراح انا الناس قال لكم انتوما باركات انتوما ايضا لتشرفوني على مرحلة انتقالية انا اعطي فرصة بارك نجاوب اول من جهة انه نطلبوا الاستقالة استقالة قبل نهاية العهدة ومن جهة اخرى نطلبوا ان هذا الرئيس المنتهي ويليته يوفر الظروف هناك تناقف العمالية من فضل من فضل من فضل من فضل الرئيس المنتهي ويليته صلاحيات الدستورية كما قال سيرخيله احتل ثمانية وعشرين اذريل عين حكومة قبل الاستقالة وعين حكومة صح هنا نضروع الجمهورية الثانية او الجديدة صح المعارضة والحراك الشعبي متفقين انه لازم يكون هناك تغيير انه الدستور هذا ما يصلحش الدستور الحالي 2016 انه لا يصلحش بمعنى لازم دستور جديد متفقين دستور جديد من اين يأتي الدستور جديد عن طريق الحوار والتشاور وعلى طريق الندوة الوطنية المقترحة سمح لي تجاربنا فاشلة في الحوار سمح لي والدليل ننشوف الضمانات ننشوف الضمانات ننشوف ننشوف الندوة الجزائرين تجاربهم مع الحوار يا سيد زعيم ليك الكلمة أنا فقط نضيف لك سمح لي ندوة الحوار خرجنا من ضربين كلمة حوار مميح أنا أسمع كلمة الحوار مميح مميح أنا رأيها عن طريق الندوة عن طريق الندوة نتكلموا على الضمانات قلت باللي ما تقول باللي من جحناش في الضمانات الآن ما يمنعوا الشعب حتى قبل 28 أبريل الشعب موجود والشعب موجود أن الحراك يبقى فليبقى كل جمعة في انتظار ما ستسفروا عنها الحكومة الجديدة وما ستسفروا عنه الندوة الوطنية نزيدك في الضمانات أنا من حزب من حزب التحرير الوطني وتكلمتها في فلاتو آخر قلت ما يمنع المعارضة المعارضة فلننسى الشخصية المستقلة الوطنية ما يمنع المعارضة أن تترأس الندوة الوطنية – المعارضة أن يتمر السياسة إسمعني سبحاننا لا patriot لازمِ نجد حل من تطرحاته のسلطة لك تقلص النار لنساب دعونا المعارضة و الموالات و بعض الجمعيات وبعض الناس اللي في الحراكة اتلاقانوا في الندوة و يخيروا من أرادوا أن يكون رئيسا للندوة من أرادوا أن يكون فلتكن من المعارضة أو من الحراكت أو من أي شخص وبصراحة هل تعتقد أنه يقدروا يخرجوا واحد من ندوة أول ما لا أسمح ليكملك الفكرة لا 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 كلمة لأستاذ دربان خليه أكملك الفكرة حينما يكون هناك نقاش بناء من أجل دستور جديد الذي دستور جديد وشيكون فيه أنه كيف ستنتخبه رئيس جديد ما هي الأليات الديمقراطية والشفافة لجنة مستقلة التي تشرف على الانتخابات وتعلن النتيجة إلى أن تعلن النتيجة كيف نرى النظام السياسي النظام السياسي كما قالك سيرخيلة النظام السياسي يكون برلماني يكون رئاسي كل شيء يطرح في الندوة مع العلم أنه في الندوة تقدر تستصل إلى سقف اتفاق الحل تعال الندوة والضامنات المطروحة الآن تقدر الندوة تحقق أن هذا التغيير المطلوب تحت عيون الشعب الآن سميها ندوة مؤتمر سميها اجتماع لا هو ما سميها ندوة السلطة يلي سميها ندوة في لسانة الرئيس حتى الكلمة نتعند ويمكن نتفاهمه حتى على اسمهم بعدين أنا في التصور ما عندناش حل آخر غير الحوار لازم نعرفه ما عندناش حل آخر وهذا الغايب الأكبر لازمنا فقط تكون عندنا مبادئ كبيرة في العمل المبدأ الأول هو لا بد أن نقبل بعضنا نقبل بالآخر نختلفه في الأفكار نختلفه في الطروحات نختلفه في كل شي لكن يكون عندنا ساعدة نقبله بعض إذا كان ما عندناش فكرة نقبله بعض أتروح ولا ما نجيش ما كاش حل لازم نقبله بعض طيب وهل تعتقد في أدوة 19 نقبله بعض لا عليش بشرحوا الحلول لا ولكن اسمح لي يا أستاذ محمد هذه المسألة هذا استنبيل لازم تقوم عليه الحوار نقبله بعض اثنين لازم نعرف بللي الحوار اللي نقبلين عليه موش سهل لأنه راح يؤسس لنظام من الاستقلال الآن ما تبناش موش سهل موش سهل النظام هذا موش سهل معناها موش معناها موش سهل معناها يدي وقت هذا موش معناها معناها يدي وقت ثلاثة لازم نخرجه من عقل والتشاطر لدكتور الخيل بمئة المئة لازم لازم من النهار الأول نعرف بللي ما عدنا حتى واحد أنه يقص الأخر ما نقدروش نقصه بعد تعرف لاش لأنه لو كان نمشو بعقلية الإقصاء بعد عشر سنين أخرى راح يخر الشارع آخر ويزيني نادي نقصه يقصه ولذلك الإنسان العاقل من التعظى بغيره إذا كان هذه المبادئ مقتنعين بها كل نقدر نديره حوار سميه ندوى سميه معتمر سميه فوروم سميه منتدأ سميه شعب وانا في تصوري هذا ما يكونش فيه إقصاء ويكون سيد يعني القرار اللي يتخذه ملزم للنس كل طيب يا أستاذ دربال هناك أيضا نقطة مهمة وهي التالية أنه البعض الآن ويش خايف في هذه الندوة خايف أنه تطرح لأنه بعض اللافتات قبل الحصة كنت متكلم مع أستاذ فرات قل لك لا نحكم على أشياء شاذة وعلى الأقل يعني بعض اللافتات بدأت تتكلم البعض يقول لك فيدرالية البعض يقول لك خايفين نطرح في ندوة وطنية نطرح فيها عوض أن نطرح فيها مشاكل تعمستقبل ومشاكل تعتنمية ومشاكل تاقتصاد خايفين نطرح في مشاكل تأسيسية ربما اللي طرحت في طرابلس في طرابلس سؤال مهم جدا هذا مهم جدا 62 62 طرابلس 63 63 أحنا عدنا ثابت واحد هو بيان نوفمبر ربيع ربيع عدنا ثابت واحد كل المخاوف هذه تنهار عدنا ثابت واحد هو بيان نوفمبر فهمت ملي حول بيان نوفمبر واضحة فيه معالم الدولة واضحة واضحة تماما وليذلك هذا اللي اللي حب يرجع الجزائر المنجيز كأنها لا تاريخة لها هذا ما معانا ديشون يروح الجزائر الجزائر أنفسهم يقصوها صح يعني الناس بنتخاف نرجع لك في هذا النقطة هذا هو سؤال ولكن عندي تعليق نرجع لها هذا السؤال تفضلت به للأخ دربال علينا أن ندرك أن الانتقال إلى الجمهورية الثانية الذي يعني وضع دستور جديد من طرف من؟ من طرف من؟ موشة مخبر بوطن وار كما من ثلاثين وستين للآن نحن مخبر يدير دستور هذا المرة محمد هذا المرة محمد شعب ينتخب جمعية تأسيسية والمجلس تأسيسي عنده مهمة وحدة أنه يقدم مشروع دستور صياغة مشروع دستور ثم نعطيه للشعب يصادق عليه بالاستفتاء فلذلك ما عندنا ما نخافه لأن الشكول اللي راح يدير دستور هم الممثلين اللي راح ينتخبهم الشعب ثنين الثنين كما تفضل الآخة دربان حنا عندنا بيان أول نوفمبر لا يزال صالحا سمحني 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 سؤال انتارك تقول فيها بكل سؤولة السؤال فرد الشعب ينتخب مثليه وكأنه تطلب مننا خمس دقائق الشعب ينتخب مثليه شوف 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 أنا أثيق أنا أثيق في هذا الشعب أنك استطاع المرض فشر لا لا سمحني نرجع 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 هذه كلمات نثيق في الشعب نرجع لك الخارطة الطريق لا ما عليش قلت لك الانتخاب ممثلين للشعب تقولتها شعب الانتخاب ممثلين شعب يمليح الانتخاب راح يكون بطريقة نظام مجلس التأسيسي راح ننتخبه لأول مرة منذ 62 لماذا لأن الانتخابات كلها مزورة لأن الإدارة هي التي تقرر مصر الانتخابات يا ناس ما تغطيوا الشمس بالغربان أنها في الإدارة منحازة لهذه السلطة ما معنى السلطة المتغولة معناها حتى الإدارة صادرت إرادة الشعب فلذلك أول مرة رايحين نروحوا المجلس التأسيسي بركه هنا ما نخوفوش في الناس شكونا بيخوفوش في الناس لا لا شكونا بيخوفوش في الناس سأحنا أستاذ فرات من فضلك معليش تقول لي شكونا بيخوفو في الناس هناك خطابات هناك خطابات يا أستاذ فرات لأن أنت الصحفي لا نسمح لك تقول لي خوفو في الناس سأحنا بيخوفو سأحني يا أستاذ فرات سأحنا يا أستاذ فرات أنا طرحت لك سؤال الناس رايتشاهد طرحت لك سؤال هو التالي شكونا بيخوفو شخوفنا ات configعتني السماحنا بيخوفوش في الناس إ vital Sei أستاذ فرات أنت mil ioate أستاذ فرات أصفري أعلى عملio أنا لم أشخص الأمر أصفري أستاذ فرات اسكت أصفري أنا где أنا يت anymore أنا عندي ثقة في الشعب ليس الأمر سهل أنا هذوين درنا خطوة في مسيرة ألف ميل أنا لا أستسهل الأمور وإنما ناما أن كل من سارع على الدرب وصل أنا ناما هذا الجيل إذا كان جيل 54 استطاع أن يحقق معجزة الانتصار على أعدى قوة استعمارية المدعمة بالحفل الأطلسي هذا الجيل لران برا قادرين يبنيه بالجمهورية الثانية ما عندنا احتخوا نرجع للوطني نرجع للندواء الوطنية المشكلة أنا أتفق معه ماشي قال في الندواء انت أخذ له فشلت الندواء ماشي الندواء لي فشلت وإنما السياسة لي فشلت السياسة لي فشلت إذا كان ما كانش إرادة باش نفتح أنا فتحت كلام إنتا عيوش قلت استقالة الرئيس ثم يفتح تشاور أنا هكذا بديت يأتحضر جميع جميع قلت هكذا فعالية أنا قلت هذا الكلام وعندكم في البلاطو وشقول نقص الإقصاء نقص الإقصاء فلذلك إذا كان أنا يقول الأخي يقول لي فيه تناقض ممكن يشتناقض في كلامي أنا وشقول يستقيل الرئيس ولكن يقدم خدمة جليلة للشعب الجزائري أنه يهيئ ظروف تشاور ما يقدمش خريطة الطالق ما وشبط وبله بعد ولا قبل استقالة بعد ولا قبل استقالة لا لا تسمح لي يعني لا يستقل خلينا انجوبك انجوبك خلينا لا يستقل سيد بأي صفة عنده حق ما معلل تثبت الاشتقالة تثبت الاشتقالة في 28 أبريل ما شنفهمه ولكن قبل 28 أبريل يفتح الجو بعد أستاذ الخيلة شمح لي أستاذ الخيلة بدل ما يقدم خارطة طريق مرفوضة لأن الشعب مرفوضة وإنما يقدم الظروف الحوار ظروف التشاور لجب يقدم الظروف لنسمع رأيكم أستاذ من زعيم فسمح لي في التشاور سمح لي في المشاورات يقدر يخرج بريزيديوم سمح لي والبريزيديوم هو ليعين حكومة كفاءات وش ليعين حكومة كفاءات لا تكون متحزبة لا من السلطة ولا من المعارضة وإنما من كفاءات من كفاءات المستقلة ممتاز أستاذ فراد أستاذ من زعيم حال فراد تقريبا منطقي شوف هذه التعندير وانتخابات والشعب مباشرة ينتخب لازم هناك قوانين لازم هناك نظام لازم هناك صناديق اقتراع لازم هناك مطار الشحين لازم هناك حتى تحقيقات على المطار الشحين هناك 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 العديد من الخطوات باش نوصلوا أنه نجيبوا الممثلي الحراك كمنتخابين اسمح لي جماعة كل كانوا برلمانيين لهيبر كان برلماني برلمان قانون بسيط بسيط أي قانون بسيط عام ونصف عادي عام ونصف باش يخرج القوانين التطبيقية تقدموا الحكومة الوزيري يقدم مشروع ومبعد يضم مشروع وزارة وصدق عليه ويارب تلميش الشعب الوطني ثم مجلس الأمة وعام ونصف باش يخرج قانون يجب أن نشوف نفهم المواطنين بالعقل القوانين هذه القانون بسيط يقعد عام ونصف في أنتك تهضر على الدستور وعلى الدولة وتغيير لجنة المصدق للانتخابات وتهضر على نظام وتهضر على رئاسيات وتهضر على أمور كبيرة جدا على دولة كاملة باش تحركها وتغيرها وما التفقين في التغيير الشعب أراد أن يغير حقه فنذهب إلى التغيير لكن نذهب إلى التغيير بالحوار وبالجلوس والندول الوطنية التي اقترحت ضمانها الوحيد هو الشعب ضف لك النقطة وتحمل المسؤول الرئيس المنتهي وولايته يجلس الآن ينتظر لتسليم كرسي الرئاسة للذي سينتخب هذه أولا ثانية حاجة الرئيس لن يتدخل الرئيس والحكومة لن يتدخل لا بشكل لا مباشر ولا غير مباشر بالندوة الوطنية الندوة الوطنية يكون فيها كل المعارضين والموالات وممثلي الحراك والنقابات ويقعدوا مع بعضهم ويصلوا لصقف اتفاق تعتغير الدستور واللجنة المستقلة ونذهب إلى استفتاء شعبي حينما يوافق الشعب على هذه الاقتراحات نذهب مباشرة إلى انتخابات رئاسية بعدها يأتي الرئيس الجديد يأتي الرئيس الجديد ويحل البرلمان ويحل المجالس المنتخبات وتكون هناك وجوه جديدة وتكون هناك شباب وكل شيء يدرسه في الندوة الوطنية إذن أنا فقط بغير نرجع قلتها في عجلة نرجع للتجربة التونسية يجمع التونس رغم ثمان سنوات هما يتكلموا هما يتحاوروا هما كذا أنا نضيف لك نقطة ونزيل ونوضح لأستاذ ومهمة جدا رأينا في أزمة اقتصادية ما لاحظتوش أنه قبل الحراك هذا كنا نتكلموا غير الأزمة الاقتصادية بللي هناك طبع أبوال بللي هناك سيدانة داخلية بللي نتكلموا بللي عدنا غير ثمانين مليار دولار ممكن في عام تخلص سبعين سبعين لا يبشرك بالخير إذن سبعين مليار دولار تقدر في ظرف عام تخلص ما خطر كهين شوء تشير ما اختلفنا يا سيد نسمحني سفرات سفرات ما اختلفنا سوء تشير ستكون هناك كفاءات وستكون هناك الشعب سيد ويختار وناس آخرين يمثلوه ويقودونه للتطور والازدهار لا متفقن في شيء لكن إذا كنا ندخلوا في الحوار هذا التعثى من سنوات وسبع سنوات وممثلي وندخلوا في الانتخابات وندخلوا في أمور يجب أن يمشي كل شيء مع بعضه أنا متفق معه هناك حراك شعبي نتفق معها هناك انتخابات متفقين هناك ندو وطنية متفقين لكن يجب أن نضع نصبع عيننا الميزانية مشكل كبير الميزانية في ظل انخفاض البيترول تكلمنا أزمة متفقين هناك هذا سوء تسير متفقين لكن الأزمة لازمنا كمبليمونتير بتدعم النجوة بارك الله أنا ملزم 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 كلمة فقط هناك ثاني كما قال لك ممكن يكون قانون مالية تكملي هناك التزامات دولية هناك هناك الكثير من الكثير إذن أنا متفق أنه نمشي في التغيير لا نقاش فيه لكن بهدوء وبخطوة ثابتة بحيث أني نحافظ على كل مواطن يروح لنهاية الشهر يصيب الأجرات وأن أي مواطن يروح للبرن يصيب دراهم وأن كل مواطن يروح للثانوية يصيب الثانوية هذا ما نتكلم عليه حتى نعود الأستاذ رخيلة الأستاذ عبدالوهاب بن زعيم يطرح في فكرة التغيير لكن يقول لك التغيير السريع المفاجئ لا أحدا يقول بالتغيير سريع لا أحدا يقول بالتغيير المفاجئ خلينا نحتكم للأستاذ رخيل لا أحدا قال بذلك في عدبيتنا نقول القانونية والسياسية لدينا عبارتين الجمهورية الجديدة والجزائر الجديدة وذركنا لدينا ما يسمى كذلك بجمهورية ثانية اسمح لي أستاذ رخيلة في هذا النقطة اليوم كان كثير في الفيسبوك احترضوا على هذه الكلمة قالت الجمهورية الثانية عبارة فرنسية لا لا ما يش لازم ما يش مشكلة طيب ما ليش ما ليش مشكلة ما ليش مشكلة ماذا نعني بالجمهورية ثانية نحن نقول الجمهورية الثانية في الجزائر وراء جمهوريتنا الأولى هل هي 22 22 لا لا هل هي الحكومة المؤقتة من الجمهورية الجزائرية ما ليش من 50 ممكن ولا 63 وليس 62 لا أقول 63 دستور لأنه الدستور اللي كان يعد فيه جمعية تأسيسية نعم وكان برحلة رأسها سفرحات عباس الله نعم وصار في الدستور هذا لباكم كيف تم إعداده يقلوا فيه سفرحات عباس لا 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 ما كان اسمح لي ضايا برواية كان فيه إعداده فيه اجتهاده فيه وثيقة وكذا يجي المرحوم أحمد بن بالله مع الميليشيات تعجبات تحرير الوطن في قاعة إفريقيا لطلس ويدروا دستور وقال هذا هو الدستور تعال جزائر وبدأت عرجا بدأت عرجا الأمور وستمرت جي بسيب بمدين الله يرحمه كذلك ينتج لنا ما انتج لنا اليوم بعد محكم سنوات والسنوات بالدستور معلق لا يدروا القلاب عينه مجلس مجلس تورا مجلس تورا هذا وش يوسي كان لدينا وثيقة دستور ما انتكلموش عليه مجلس الوطني ما انحلوش ما انتكلموش عليه في سكوت على برد لا ما يشغل ترابلس اللي ظلت محلقة يعني عشغالي حتى المجلس الوطني الجزائري يعني راسوم بريناسونا كما كانوا يسميوها والدستور رو ما تمسوش ولكن مجلس تورا وش دين أمريا بياند سوري كان امريا امريا اذي وش تقول مجلس تورا هو المرجع الاعلى للسلطة ولو جهازين يتنفيذياني الحكومة وجبه التحرير صح عندك كنت كنت ثقافة هنذا تسمحوا لي ان اقول لكم شي هنذا اسمعت مرحوم رضا مالك يقول على مجلس الاعلى الدولة الدولة ديركتور شدتني هذه العبارة ديركتور وش رهي يعني سيري دامالك وهذه صدرت على ريدا مالك وش الى غيره رجل ثقافة ورجل مناظل رجعت 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 بليه الديركتور الدير في سنة 91 و700 و1000 طوران فرنسية فرنسية ما نجحلش الأمور هذه ولا 95 وها في الحق طورة الفرنسية 1800 أستاذ الخيلة من فضلك ما حق لا مرحوش بزيج الجوانب تاريخي خيص بحلي 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 شباب يوم يشغلين حبي يا صديقي بحلي 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 هذه كلمة الجمهورية ثانية هذا طرح كان يطرح وليه ففس وسكت عليه وذلك كم تبليه لبي تي لبي تي وش الوزن تاوف شعر أنا أقول الكلام هذا وأنا أقول ولا بلك كلمة الجمهورية ثانية راح ندخل في المتاعات أخرى على تاني الجمهورية للفرنسية الخمسة رتبطت بأحداث جمهورية الأولى نتجة طورة 48 و800 وآلف تعديل جمهورية جديدة كما اسمع الرئيس لا نزلت جمهورية ثانية دي لا نزلت جمهورية جديدة خلينا نتقل معلش يا أستفرات مفضل أستفرات كيف محاور الهيقاش طيب تكون مؤسسة على مجلس تأسيسي على جمعية تأسيسية سمحني فقط اسم ميهم سمحني فقط لأنه نعطيه التفاصيل والجزئية وإنه ما يحضر فيها سمحني ما يحضر فيها وعلىها بالضرورة أسمع لي أولانيا معلش يا جديدة لا لا وعلىها بالضرورة مجلس تأسيسي مجلس تأسيسي لأعداد دستور لأن الشارع ويطلب من مجلس تأسيسي لا 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 أستاذ رخيلها لا لا لك أستفرات مجلس تأسيسي وطرح الأففاس أبدا لا أسمحني معلش أعطيلي فكرة لا 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 هل تونس لدارة مجلس تأسيسي يحكم أففاس هل ميت ثوستين داروا مجلس تأسيسي أففاس هل الدولة الهندية لدارة مجلس تأسيسي بيس باع وربعين يحكم أففاس يجمع السيادة الشعبية إذا كان لا يمكننا الالتفاف على السيادة الشعبية لا يمكننا الالتفاف سنطرح أفكار سمية جمعية وطنية سمية مجلس تأسيسي لا مفضلك سنطرح المجلس تأسيسي يبقى تلنا حتى حاجة لا يترك كائز قمانية هل أنت تعتقد سنطرح المجلس تأسيسي لا لا نقدر نديره استبتاع السنطرح المشروع الدشتورية لا نتكلم على للادوروطانية من يضع مشروع الدشتورية؟ وين لا يفكروني دول وطنية؟ ولمدى قاعدة دول وطنية ومسطرة دول وطنية لا 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 توجد حق أمانا لا توجد حق هؤلاء المعسس الدستوري لا ليس ممشد الحق صراحة بهذه النقاش نخوف بالناس نقولون عن ندوية الحوار رانها عربعة مقدرناش نتحول لا اسماري لا سمح لي لا سمح لي لا ما نتناقشو لا ما نتناقشو والله ما نتناقشو شوف محمد أنا ربعا من جبناش لتعهور لا لا سمح لي هذا ميثال هذا ميثال ندوية الحوار هذا نديره مجلس تأسيزي في جزارة لا 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 شوف محمد لا خليت ليش نسأل إذا كان ما سهوش نتناقشو شوف محمد لا سمح أنا أتمنى أن أكون في موقع سيابد الوهاب لم قطعتوش أنا ماذا بيه شوف ناسا يتشوف أنا ماذا بيه ما تقطعني هذا هو تعطيني جوجد قيك لاي ما تقطعني خليني نطرح سؤال لا سؤال نعم أستاذ دربال الله يخليك نعم أستاذ دربال كان مطالب التغيير الشارع يطلب التغيير ويقول لك عايزين حابين رانا حابين وجوه جديدة الآن هناك طرحان تقريبا مختلفا كان الدول اللي تسارعت فيها الأحداث والشارع قال كلمته ومشيت فيها الأحداث من ليبيا من مصر من سوريا وحتى نموذج السودان مؤخرا كثير من النماذج كان مطالب التغيير اللي نجحت تركيا والمفاوضات للماليزيا بصراحة أستاذ دربال وش رأيك النموذج اللي ممكن الآن يكون في الجزائر حابين نعرفه نموذج حكيم متأني تغيير بلا شعبوية ويحيي الشعب والشعب العظيم شعبنا عظيم ورانا قاولة الشعب حابين نعرفه نموذج أستاذ دربال معك الله فيك شكرا أستاذ دربال الحكمة اللي كانت بها المسيرات أنه ما كانش فيها فوضى وتوزع فيها الماء والورد وتأطرت ما نظنش لك أن ترفض أنها تلقي بالجزائر في الفوضوية بعد بالتأكيد لا لا هذه دولة نحن نتكلم على الدولة نحن نتكلم على جمعية خيرية ولا نتكلم على حزب سياسي ولا نتكلم على نقاب نحن نتكلم على الدولة ودولة اسمها الجزائر بوابة فريقيا أثقل دولة في شمال أفريقيا بل في أفريقيا كنقول الكلام هذا معنى هذا كلام منشحنا فقط نحن كنا رضينا للتدخل الأجنبي ولكن أنت ما كنتيش في العالم في جده الكونسير والعالم عنده مصالح استراتيجية في الجزائر في وضحها في استقرارها في الفوضى عنده فيها اسمه هذا البعد هذا كان الناكرين وحنا تماما إحنا الجزائريين وكلوا نرفضوا الجزائريين بكل أنواح حتى لكل شهر ثاني رفض تدخل الأجنبي ولكن لازم نعرفه باللي العالم ما يسكوت شالينا لو كان نسبوا لو كان ما نحلوش مشكلنا رفض نارح لازم compens لازم نشمع معقولنا مليح مكان حتى واحد فينا جزيرة أكثر من الآخر مكان حتى واشتاع شعبي أكثر من الآخر وماكان حتى وحد فينا مدفع الحرية أكثر من الآخر وماكان حتى وحد فينا يحب الجزائر أكثر من الآcher لازمنا حل واحد نتحاور لازمنا وقت لهذا الحوار واللي نوصل به في الحوار مجموعين هو لكل الحل ما كان حتى واحد من ناطق باسم الشعب وما كان حتى واحد مدافع للشعب والأخرين ضد الشعب رجائعا بيش ننزلش على بعض إطلاق في هذا الموضوع هذه دولة ودولة كبيرة ودولة استراتيجية ولازم التحل يكون قدها قد تاريخها وقد شهدائها وقد موقعها اليوم حنا بكنا نحشم الباسبورد داعنا لا نخرج وروسنا مرفوعها والحمد لله بالعالمين تبقى مرفوعها نطيك رأي الشباب الشباب يسمع هذه اللغة جايك يقول لك أنتم ما حابين تربحوا وقت والأستاذ دربان نقول لك كل الأراب صراحة محسوب على السلطة وحابين تربحوا وقت وحابين تقعدوا فيها وحابين تطولوا أنا حاب طرح واقعي أنا هذه الكلام تعمل لأنني أنا في وقت الأزمة كنتم هدد من طرف السلطة بالموت وكنتم هدد من طرف الهربين بالموت كل واحد حسبني على الأخر وهذه دربان شهد العصام من نصف ما قاله حتى في الحزب اللي كنت فيه ولذلك القضية هذه أنا ما أتهم ليش كثيرا أنا يهمني الآن الحل اللي يمنع الجزائر اليوم وغدا الحل اللي يمنع الجزائر اليوم وغدا هو الحوار ولازم يأخذ وقته كاملا الآن كيف يأخذ وقته كاملا أنا أظن اللي يجب أن تقشف يمليح هي مادات ضمانات لأنه ستسمح لي بركة نكمل جولة هذه وبعدها تحب أن تكلمش ما تكلمش خسارة اللي خسرناها في الأزمة نتانة العشرية السوداء والله رغم أننا خسرنا أموال وخسرنا أنفس وما كاش ما أكبر من خسارة الأنفس أنا في اعتباري هذا ما رحول الله سبحانه وتعالى خسارة الكبرى هي فقدان ثقة في بعضنا هذه أكبر أكبر خسارة درناها في الأزمة نتانة صح وليذلك قاعدين نخلصوا فيها الآن كاش لأنه حتى وحد ما عاد حتى وحد ما عاد حتى وحد كينا موجد شت مصدر بك حسن أنه كين يحتقان ولا هذك هو أنت علي الدروغي واللي سبني مكسرين وكلام الشارع وكلام القاوي وكلام الترطوار وما كان حتى وعد عنده قدر وما كان حتى وعد عنده علم وما كان حتى وعده قدر إلا كبير ولا صغير باسم الشعبوية هذه تخذك الناس كل تسيب بعضها هذا ما يخرجناش ما يخرجناش نحن عدنا علماء وعدنا مسؤولين وعدنا دكاترة وعدنا شباب وعدنا واعين والحمد لله المسيرات ضل عطات هذا الوجه المشرف نبقى في هذا الوجه المشرف هذا وروح الحوار مشرف كما درنا مسيرات مشرفة وروح الحل مشرف كما درنا مسيرات مشرفة شكرا سيدر بي طفضة سيزعين جايك سفر توزيع عادل أنا عندي ملاحظة فقط بالنسبة للمجلس أنا بالنسبة كين ملاحظة بالنسبة للمجلس التأسيسي وكأن الدولة لم تولد كل فاتوا على البرلمان بغرفته لماذا نبخص حق الرجال حق الرجال من سياروه هذه الدولة ونتكلموا على دولة فيها 10 ملايين مضرس 20 مليون جامعي كما قال سيد ربال تكلموا على ملايين السكنات اللي تنجز اللي يخدموها الجزائريين كامل مش شخص واحد مش شخص واحد باش ما نكونوش نعطي حق الرجال على الطرقات على إنجازات هذه الدولة مهما كانت النقايس مهما كانت النقايس لكن الدولة واقفة بجيشها ومؤسستها والحمد لله الشعب أراد أن يغير الواجهة من حقه ونحن نسيره في التغيير ثانيا الجزائر لا تنتهي بعد 28 ولا بعد 29 وستخرج قوية هناك شباب هناك رجال هناك مؤسسات هناك قوانين وستخرج أقوى 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 من ذلك بالنسبة لي حقضية السب كما قلت أنت نحطر من الرأي والرأي الآخر لا قلت أنه الوضع فيه احتقان فيه احتقان فيه احتقان لاحظناه لأنه حتى الشخصيات يعني لاحظنا في التواصل الاجتماعي شخصيات كبيرة كلهم في أعراضهم أردهم خوانة أردهم من شعر كيف يسبوهم في أهلهم في عائلاتهم حرام الشيء هذا حرام الشيء هذا أنا أختلف معك سياسيين أنا عندي فكرتي سياسية ومقتنع بفكرة الندوة هذه ومقتنع بفكرة الحوار لماذا تخونني؟ لماذا تقول أني أنا مثلاً من جزيري وفيك وخاين وفيك 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 شخصيات كانت بدون ذكر الأسماء كانت بالأمس القريب يشهدوا لها بالعظمة اليوم أصبحت لا شيء وخليني أننا نتكلم معك بكل قناة حتى الرئيس المنتهي في ولايته لماذا نبخصه حقه؟ الرئيس جاء في وقت اللزوم جاء وقت مصالحة خدم خدم تعب جاب 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 السلم من جز واش قدر ينجز عمل واش يقدر واش يقدر ما عم بسرع في لغة المناسب خليه يكمل ما عم بسرع في لغة المناسب ما كانت اسمح لي لا ما لش يا حوات الشعب هو يقول له ما كانش عهده خمسة جملة ما عطيت ليش عهده خمسة سأمدد العهد هذا خرق للدشتوري من فضلك هذا الاعتداء على السيادة الشعبية من فضلك أنا شوف أولا أنا شخصيا أنا أنفي أنا أنفي تمديد إذا تقول كان تمديد أنا بالنسبة لي ما كانش تمديد أنا نقعد معتها 28 ناظري بالنسبة لي أنفي هذا تمديد تقول Blue كان تمديد منش نشوف تمديد الرئيس الولاء المنتهي وإعهدته تنتهي دسوري كما كانت 28 ما exec ما كانش تمديد يا حد يقدر 27 ناظرين يقدم استيقال ولكن رو أعين الحكومة لم يستقل يقدر تيرهود رو أعين حكومة لا أعين الحكومة لا أعين حقيقينها الشعب راوي يقول لأرحل الشعب راوي يقول لأرحل كيف يسمح لك شعب راوي يقول لأرحل لا لا تالي اليوم جنا سفير ولا يمبشأ في الجهاز لا أعين حكومة جديدة يا صديقي لا تجردون خلاصة يعني خليونا نظروه بلغة صريحة وش راوي يقول الشعب على الرئيس أن يرحل لا نريده بدوي بدوي ما عندهش حق لا نريد الأخضر الإبراهيمي والأفلان يروح للمتحف هاو المطالب والانشغالات اللي راين موجودة في الشارع هاو المطالب أنا خليلي من فضلك خليلي من فضلك ما تقطعنيش ما تقطعنيش فاضل أنا لا قطعتنا فاضل 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 نعطيك الراحية نعطيك مثل أنا شخصي شخصي لا شبت لتقطعني محمد لا لا لي قطعني لأنه آمن وزال لي قطعني شوف نحترم نحطرم نحطرم لأنه درني بين عيني أنا لا أكملك في قضية أنا الله منحب الشعبوي أنا أستثنى أنا شعبوي لا الله منتك كان بعض الطفق شعبوي لا حاشا ستفرر ما نشعلين كي يتجه اللقاش للشعبوي أنا ندخل اللهم إلا إذا كاننا تعتبر الرأي الآخر شعبوي لا لا لازم لأنه لأنه دخلوا في الصدر لا لا أبدا شوف نحترم نحطرم 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 الرأي والرأي الآخر كما قلنا لا نبخس كل واحد حقه في يوم الأيام ممكن نجي رئيس آخر ممكن عشر سنوات آخر ينوضع عليه الشعب بتاعه بنفس الطريقة الرئيس المنتهي ولاية هل أنا في الرسالة الأخيرة أنا ما رايز وسأسلم وسأسلم من تنتخيبه وسأسلم في سلاسة سلاسة هذه قالت أنا رحوا للدول الوطنية وحدكم وعرضا حراك رحوا واشتفقتوا عليه يطبقوا بالدستور واللي اتخبتوه أرأني حاضر نسلم للمها ما سمح لي هذا الكلام نهضره دستوريا الآن هو أخلاقين حلف قال أتعاهد بالله أتعاهد أمام الله وأمام الشعب النساء وطبقوا الشيهان نوصل الـ 28 أفريل أنا أضره أخلاقين أراه أحلف أمام الشعب الآن نوصل معك الـ 28 أفريل قانونين ودستورين بعد يكونوا الفقهاء وجماعة الدستور هم الذين يدخلون في الموضوع أنا لا تدخل كنت كلمه مثلا روح وروح وشوف نخبرك حاجة أنا شخصين أنا أقول هالك أنا أعتبرني مثلا المستقيم من الملش الأمة إذا كان فيه مصلحة الجزيرة اليوم ما أنزل نروح عادي ليش مشكلة ليش قضية شكسية ليش قضية شكسية فهمني وش حبيت مقول ليش المشكلة أنه وزارة يروح واسمها الله رسولة خليك كمل فكرتي الوزارة يروح والوزارة يجي نحن ليش قضية يروح الوزارة خليت كمل هكذا نحن نعود إلى الكلام نحن في فترة أن الرئيس المنتهي عهدته سيسلم السلطة إن صحى التعبير بطريقة سليسة وبالحفاظ سمح لي عن طريق المؤسسات كلمة السورية 28 أفريلي وش ما المنطق هذا فهمون يرحم والدكم وش ما المنطق الشعب خرج في مسيرات مليونية يقول يا السيد بدوي الذي احترمه يا سيد بدوي ما نحبوكش لازم تروح ترحل أنت ابن النظام يا سيد الخضر الإبراهيمي ما نحتاجوكش السيد الرئيس إرحل الأفلن إلى المتحف ما معنا مسيرات المليونية ونحن والنظام والسلطة ما تقول له مع ليش أنا نروح ما الصح أنا لنعين الحكومة لحكومة الكفاءات ما الصح أنا لندير خريطة الطريق فإذا كان السلطة هذه رئيس سمعت للشعب ما تديرش خريطة الطريق في غياب فعاليات المجتمع ونحن يوسف ما تديرش خريطة الطريق المشكلة ما يشف محمد ما يشف المشكلة 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 في الاستحوال السلطة على المبادرة استحوال السلطة على المبادرة مرفوضة شعبية ندول بطنية شعبية فلذلك كن رحوا كن رحوا التشاور تحضر فيه فعاليات المجتمع نعم كل ناظر السلطة هذه شكور أنا أنا شكور السلطة التي تروح اسمح لي شكور هي السلطة 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 المتغولة الحكومة حي رايح لا وش جاي دير بدوي اسمح لي أخي شعب أقلب مع كل احترامة بدوي لازم ترحض بشكور نحب فلذلك الحل وش هو الحل يبدي السيد الرئيس نية الاستقالة ولكن قبل ذلك من واجبه أن يتخذ إجراءات لتهديئة الأوضاع إجراءات لمرافقة التغيير. ما يدير شوال خارطة وإنما مثلا يدعو يوفر جون يوفر مجال. انت على التشاور طيب سمحني ويجي كل الفعاليات ويجي كل النخب تحضر حتى تحضر بما فيها السلطة بما فيها شرط لكن بشرط أن السلطة لا تكون المبادرة هل تسمحنا ننتقل النقطة أخرى لا لا أنا أخذت وقت لا لا الغريب أنك تقطعني غير أنا لا 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 صدقني يا أستاذ الرئيس أنت أكثر شخص تكلم توقيتا أقصد توقيتا أول شخص أكثر شخص تكلمت والله أكثر شخص تكلمت ما عليش ننتقل النقطة مهمة هي الحكومة تتكلمت على الحكومة البعض يتكلم أستاذ الخيلة يقول لك حكومة تيك النقرات وحبين أن نجيبوا حكومة شابه صراحة أستاذ الخيلة وش رأيك في الفكرة هذه شوف حكومة في الرسالة لا المشكلة رأيه المشكلة هنا رأيه نحن قرأنا الرسالة طيب ومن بعد سمعنا تصرح سيد الوزير الأول كيف هي وكأنه في خارطة طريق خارطة طريق اللي جات في الرسالة تكلم على حكومة تمثيلية ومن بعد تكلم على إجراءات أخرى يجي سيد الوزير الأول يصف الحكومة بحكومة تكنقراطية فرقوا شيء سعبوا شيء سعبين الحكومة لا معدناش مشكلة اقتصادي مالي درقان اللي قال هي تسيير أعمال والأقدام معينة في الاختصاصات لا هذا مشكلة سياسي أساسا هذا مشكلة اقتصادية مالية ولكن المشكلة الرئيس سياسي سياسي يحتاج إلى حكومة تكنقراطية يحتاج إلى حكومة ناس مسيسين كل شبانية مرناش في المحاصصة الآن ولا في التمثيل كاي طاقات ما شاء الله كاي ناس خيرين موجودين في مختلف المستويات هذو هما اللي مدى بنا يكون محل إجمع نتاع الطرفين تاع السلطة والشارة ويتكون من هم حكومة ليستكين لها الناس كل ويطمئنوا لها ذلك لدينا مشكلة مفاهيم قانونية سياسية للتعابر اللي يستعملوها وزيد نفتح لقاوصل أنا اليوم وأمس في وصاية التواصل الاجتماعي اللي السلطة هاملتها تتميش بها تقرز ويحويش عجلولة ديف على وجود شباب رامي يلتقيه مع السلطة وكذا في شراطهم في الورسي وزيد نقرة كذلي اللي فيه قوائم تحرك حكومات هذه دا كانت في الفيسبوك هنا العيب لموجود في السلطة ومزال ما تحبش داركم المفروض هذا الشيء يزيد أجل الشارع طرب لهذا الشيء يشار الشيء هذا يزيد أجل الشارع المفروض من السلطة أنها تغير طرائق عملها في التعامل في التواصل وفي تسويق حتى قراراتها أنت تسكت لي أنا مدة يومين وثلاثة وتسكت على هذا معناها قدوة تجي أنا نروح للشارع وقول ما ها سناوة هم داروا ممثلين في بلاستكم يجري ويرحموا لديكم اللي كانوا جايين لك عشر يجوك ألف صحيح طيب أستاذ دربان بصراحة هم داروا حكومة جابوا فيها الرموز اللي كنتوا تناديوا كامل أستاذ دربان في رأيك الآن المعارضة تقدر تشارك في الحكومة ما تشاركش الإسلاميين يشاركوا في الحكومة بيشاركوش لا لني نطقش لا لا رأيك رأيك بأكيد رأيك الفترة أنا أنا شوف أنا تكلمت بحماس شديد لأن الأمر يتعلق بالبلاد بالوطن صحيح ولذلك يعني ما عندناش الحق كجزائرين كل مهما كان موقعنا أننا ما نشعرش مسؤولياتنا لأنه أحيانا الزخم عم باك في الثورات بحراك الشارع بشكل عام تسمع كل شي تسمع كل شي والناس كل تكلم باسم الشعب الدول المحترمة الذي يتكلم باسم الشعب يزيبان يكون منتخب مش منتخب لا يتكلم باسم الشعب واضح الشعب يتكلم على روحه في الشارع ما يجي أحد يتكلم باسمه يجي أحد يتكلم باسمه ولذلك أنا أكبر في الشباب هذو من اللي رم أطرين المسهيرات حتى هذي تبنى باللي رهو يمثلون ونظن هذه شعور مسؤولية كبرى وقدر فيهم هذا الشعور الآن الحل ما زلنا إلى حد لنا لأننا نثني خلال من تلك ما زلنا ما عرفوش تحاولوا بصراحة دي بقالي في فكرة الحكومة سيد ربال بصراحة نعم طريح الأمر هذا خلق حكومة شباب حكومة راهب أشوف الحكومة أشوف الحكومة سلطة سلطة موش يعني لا السلطة هي التي تمارس الإقصاء ضد الرأي الآخر طيب الإقصاء صفة من صفات هذه السلطة المتغولة خلوة سمحني أنا معرفة مشكلة أنا في تصوري من القرائن من الدبائل من المؤشرات على حسن النية وعلى الضمنات التي نتكلم عنها أن اختيار الحكومة القادمة يكون مؤشر على أن صوت الشرع أولا وصل وأن سفرات قال لك شارع قال ارحل بدوي وأن متكف لا نتكلم عن الحكومة هكذا أستاذ فرات في ذلك شكوم ما سألتك قتلت قالوا ارحل بدوي في ذلك شكوم وقالوا أيضا رحل عمامرة طبعا 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 عمامرة السيد عمامرة السيد بدوي السيد الأخضر الإبراهيمي والأفلان في المتحب في المتحب ممتع كنا شفوها ما نشكولها أنا أرجع الأفلانيين أنا في تصوري الحكومة القادمة لا بد أن تكون تشكيلتها تضمن هذا نوع من التطمين بالضبط والأمان هذا هو التطمين والأمان ما تقصد بها التطمين أولا لا بد أن تكون تشكيلة انتحة تشكيلة صعب جدا أنك ترضي الشارع اليوم الشارع مهما شاكو جيب لولدها مو ميرواش صعب جدا صعب جدا ولكن أنا في التصور انتعي تكون وجوه جديدة تكون مستقية وتكون كفأة تكون كفأة لأن أي مشكلة كبيرة قد تكفى أجمع أو لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها قضية هذه مش قضية كشعرات كتروح تسمع أستاذ فراد حتى أستاذ دربال شاعر يعني لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها بالمناسبة تعلمتها عليك يكون النواب في البرمان حبيت نقول لك لأن المسؤولية هذه أي ماش قالوا دليلوا جروفار وحلوا له في الباب صحيح يعني ناس بزار الدوخ من المسؤولية هذه صحيح صدقني لما يكون شأن الناس بين يديك تتكلم لا تتكلم عن لا تتكلم عن فكرة مهمة وما يهمني رأيك الناس تقول لك أحبين حكومة شباب شباب يعني شباب 30 سنة والبعض يقول لك حكومة شباب فولكلور في اللحظة الحالية صراح قال المهم جيبوا شاب أنا أتكلم تجربة العالم تجربة العالم كيش ما شفته في العالم هو شباب عدا يسر شباب يعني شباب ماكرون شاب صح هل ماكرون ممر حتى على تجربة طول من الشارع جاء رئيس دولة كان وزير صح حبيت أقول لك أكيد هم يمروا على كل حبيت أقول لك أنا متأكد باللي أنا خدمت كثير لأنني عشرين سنة وأنني خدم في أنا لما أشرفت عن الانتخابات بالمناسبة علمت مالا أعلم جزائر كل يعني صدقوني بلا مبالغة أكثر من 95% من الإطارة تنتعي السامية كل ما بناء لسيقلال علم كل شباب صحيح أولي ذلك سيد زائر الفكرة تعالي الشباب شوف خيقا بك هناك أنا بتكلم الحكومة هناك شقين يعني في الرسالة والأمرين لازم يمشون مع بعضاهم أنا في نظري الحكومة لازم تكون تكنوقراطية حتى يكون فيها من الأحزاب المعارضة لا أسمح لي لأنه دورها شقينا دورها أنها تصير أمور المواطنين وتصور شؤون الدولة وتصير كل شيء لأنه لا نستطيع أن تبقى المؤسسات بدون وزراء وبدون كتابة صح والشق ثاني الشيء اللي يصرح به الوزير الأول وموجود في الرسالة أن الحكومة تنصب 24 ساعة تنطلق أعمال والأعمال تنطلق مشروع الندوة السياسية الندوة السياسية هي اللي راح تكون سياسية وتقترح الحلول السياسية إذن الأمور راح يمشي مع بعضها انطلاق الندوة والأعمال التحذيرية يستطيع لأن المهام تعل حكومة أنا فهمت من رسالة تقنية لا لا فهمت بالرسالة المهمة أساسية بل مهمة الحكومة هذه هي التشاور هي التحاور هي تحضير الندوة تحضير الندوة صحيح أنا أفندها أنا أفند أسنى في الندوة الصباح الكلمة صوالك في يوم من من الأيام فشل في مذلك هذا الرسالة واضحة أن الحكومة اللي سألها علاقة وما بجدية يا خليلي يا خليلي جدية حجب السلطة وخلاص لا 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 خلي نكمل هنا مش المشكلة في ديطاي هذه المشكلة الحكومة ستكون سير أمور الشأن العمومي حكومة صرف أعمال نخبرك حاجة ترفضها الندوة السياسية الندوة السياسية اللي ستكون من السياسيين والمعارضين والمواليات والحراك الشعبي يرفضوا أن الحكومة تدخل في نشاطاتهم وممكن حتى الوزارة لا يكونوا حاضرين لأنهم لا يمثلون الندوة السياسية ثالثة نقطة فقط حزب جمال التحرير عنده منار إليه وحزب حزب حزب عنده منادي إليه وش نقول لك وهو بيصدد حضر المؤتمر التاعه وهناك أيضا حراك داخل الحزب كبير 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 وهناك معارضة داخل الحزب ومعارضة بين بين الجيل هذه معارضة داخل الحزب صحيحة مزعيم ولا غير كي جلح حراك صحيحة كان معارضة داخل الحزب نعطيك معلومة ونكون يعرفوها جماعة خير مني من 1954 لم يهدأ حزب جميع التحرير الوطن من 1954 لم يهدأ حزب جميع التحرير الوطن تحويل جبهة إلى حزب السياسي طالعين توري نعم ما لها كانت جبهة شوف ريان ما لها كانت جبهة التحرير الوطن إلى حتى تكون تعدد في جبهة التحرير الوطن من 1954 إلى 1962 دين كانت سراعات بين الجبهة والجيش ومتعرفوطهم هذا تاريخ أحسن مني ومن بعد 1962 إلى 1989 حتى تكون تعددية للمني هذا حزب جميع التحرير الوطني وما سمي بالإلقلابات وما سمي بالتغييرات طيب الحكومة الحكومة مختصة طيب هذا بالوقت شوف محمد مبادرة السلطة ولدت ميتة وش من المبادرة تعندوا الوطنية وانت تعيزها سيد بدوي رئيس حكومة هذه الشعب ما قبلهاش حتى العمامرة قبلها لا عمامرة لا السيد عمامرة ولا السيد بدوي هذه رفضين رفضين على الشعب لماذا؟ لأن الثقة خلاص رحت ما بين الشعب وما بين هذه السلطة انتهت الثقة ما كانش ثقة فلماذا؟ لأنه من صفات الملازمة لهذه السلطة سوء النية والمناورة والمخاتلة وما إلى ذلك ولأننا بولينا بسلطة مخاتلة خطيرة مخاتلة مخاتلة هذا المخاتلة أعي جيدا ما أقول طيب قل يستثرة وأعرف معنى كلمة المخاتلة يا أستثرة قل يشرايك في محاكة شوف يمرح بولينا بسلطة يعتقد أصحابها أنهم خلقوا ليكونوا أسياد مدى الحياة طيب سعلمت جدا وبأن الشعب قد خلق ليكون قاصرا مدى الحياة طيب هذه السلطة لعندها هذا التفكير الاستبدادي المتفرعي الشمولي لا تستطيع أن تضع خارطة الطريق لتأسيس الجمهورية الجديدة حكومة شباب الحكومة هذه المفروض 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 أولا يجب أن يكون هناك تشاور هناك تشاور يعني قبل ما تعين عمامرة رئيس حكومة يكون هناك تشاور لا يمكن أبدا أن تكون هذه الحكومة أن تعي الكفاءات إلا من الشخصية المستقلة سلطة معامل تشاور كنت لك يدير تفتح تشاور تشاور يدير تشاور تشاور مع السلطة اسمح لي يقول إلا تقبل بيش نعرفه إلا تقبل يمليح لا بد أنا شوف يمليح يجب أن يعلن رئيس استقالته كي يعلن رئيس استقالة يعني المبادرة اسمح لي اسمح لي نكمل المبادرة تنازلت عنها السلطة كل الناس يجي للحوار كل الناس يجي للحوار زيد حاجة أخرى هؤلاء الشباب الذين يؤطرون المسيرات عليش محبوشي بانه ما كانش إرادة سياسية عندما تظهر هذه السلطة إرادة سياسية لمغادرة السلطة أكيد أنهم رايحين يخرج طيب ننتقل يا محمد الكفاءات قضية الكفاءات أنا تلقيت برموز وبيعينة من الشباب والشابات الذين يؤطرون المسيرات صديقني محمد يقدم نفسه يقدم نفسه 42 شف دونتروبريز 35 سنة شف دونتروبريز هذه كفاءات هذه كفاءات مقصية دفعها دفعها النظام الشمول للنظام المستبد إلى الهجرة إلى الهروب من هذا البلد كيف هربوا بطريقة شرعية هربوا وإنما قد رسي هربوا بطريقة شرعية ركبوا البعض طيب هل أنت مع حكومة شابة حتى نندقى من آخر شف ليمليح أولا أولا باش نتفق حنا نتكلم على الحكومة الانتقالية الحكومة الانتقالية لازم تكون حكومة كفاءات والبروفيل الملمح انتع هذه الحكومة والشخصيات مستقلة طيب عليش الوقت انتع آخر نقطة أستاذ فراد الوقت انتع عليش ولكن الشباب اسمح لي الحكومة بعد ما ندروا مجلس السيسي وندروا الدستور ومبعد هو شبه هو لي قيام طيب خلينا ننتقل آخر نقطة هي المتعلقة باللجنات كذلك ان الشباب الذي يؤثر المسيرة كفاءات رام يحوسوا على الفرصة رام يحوسوا على نظام سياسي يسمح لهم بشي ساهم خلينا نضرح آخر سؤال سيدربال بخصوص اللجنة المستقلة للإشرف ولتنظيم الانتخابات من الاقتراحات اللي اقترحت صراحة وش رأيك فيها سيدربال أنا سعيد بش نسمع باللجنة تكون تشرف وتنظم ولكن أنا جبت لي موضوع مهم جدا في آخر الوقت أنا التجربة التي قضيتها على رأس هذه اللجنة المستقلة التي كانت تراقب كنت أعتقد باللي الانتخابات كاتفزة في الجزائر وأنا نظلت سياسيا كثيرا وكنت أقولهم باللي أن الانتخابات أعرفها وتعرفني وأعرف ناقتها بائري تبين لي أنني لم أكن أعرف الانتخابات على حقيقتها مشكلة الانتخابات في الجزائر ما هو مشكلة فقط انتاع التزوير وليكن نقول بالتصريحة انتاعي الناس لا يخشون التزوير يخشون النظافة لأن كل مسار الانتخاب يلابد فيه مناعة النظر بداية من الهيئة الناخبة إلى الإشراف إلى مراقب السناديق إلى المراكز إلى القانون كيف تفسرون تتكلم تحت سلطة أرخيل في موضوع هذا كيف يمكن أن تأتي بنظام انتخابي يحسب الباقي الأقوى في الدائرة الانتخابية ويهم الباقي الأقوى وطنيا صحيح هذه النقطة وانا حابيت نقولك مليار بالتقنيات التي لدينا في النظر وقدمنا كثير من الاقتراحات بالمناسبة في هذا الموضوع ولذلك اعتقد أنه هيئة انتخابية مستقلة تشرف عن انتخابات بهذا التكدس لن تنجح لن تنجح وانا كان من نقوله على مهار في ثلاثين ثانية ولهذا المسؤولية الجهاز التنفيذ رأي كبيرة على إلي كان استمر بذهنية فبركة الأغلبية ويزيد الآن يفكر كذلك طريقة أخرى فبركة التمثيل انت على الشارع أنا أقول باللي رأي ويدفع بالجزائر هذه المجهول شكرا أستاذ الخيل يلا في كلمة أخيرة ليس هناك سلطة أقوى من الشعب نحن نقدس أوامر الشعب ونسطنل طبق ما أمر به الشعب فقط وجب الحفاظ على مؤسسات الدولة ومصالح المنطر وذلك يأتي بالحوار شامل الكامل شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام مشاهدينا إلى هنا نصل إلى نهاية عدد اليوم من نقاش الجسائر دعاءنا وأمنا واحد دائما ربي يعلي رأي بلادنا محمد عثماني حليكم السلام عليكم شكرا